أهلا بكم في توقعات وتسريبات أحداث حلقة 88 من مسلسل الثمن فراز بيكون موجود وبيلعب وبيكسب لكن الراجل صاحب المحل بيغريه وبيقوله أنه هو حيدفعه جديد جداً وهيحطه وصادر هو حيحطه ثلاث مرات طبعاً فراز بيفكر في الأول كده وبعد كده بتغريه الفلوس وبيقبض أنه هو يلعب وبيلعب لكنه بيخسر وبيكون متعصب جداً ويزعلان على خسرته دي بينما بيروح سالم علشان يشتري المحل لكن بيلاقي الفلوس نقصه وبيعرف أن فراز هو اللي أخد فلوس علشان يلعب بيها الأمار بيتصل بيه ومش بيرد عليه فبيروح له في النادي وبيلاقيه بالفعل بيلعب وبيكون متاهي جداً بالنسبة لزين كلم قبل كده فاروق علشان يجيب له كلب علشان خاطر إبراهيم الصغير علشان يسهى فيه يعني وبالفعل بياخده وبيروح وإبراهيم لما بيشوف زين بيكون متاهيق لكن لما بيشوف الكلب معاه بيكون فرحان جداً وبيشكر ميسيو زين أو عم زين وبيحضنه كمان وبيبدأ يتقبل جوازه من أمه خاصة بعد تقرب زين منه ولما بيروح وبيقعد معاه يأكل الكلب ويحكي له عن طفولته وكان يحب الكلاب وكان عنده كلب وهو صغير وبيبدأ إن هو يتقرب أكتر من إبراهيم وصارة بتكون مبسوطة وفرحانة جداً صار قاست الفوستان وطلبت بعض التعديلات عليه وكمان بيطلع حلو جداً عليها وزين كمان بيبدأ يئيس البدلة علشان خاطر الفرح بتاعهم وبإحتمال ليكون الفرح في أحداث حلقة 88 أو 89 مية بتسافر على اسطنبول وهي متضايقة جداً لكن هل حتنتقم ولا لأ؟ لسه مش عارفين وهل حينتهي دورها لحد كده؟ من لايه بعد كده إبراهيم وصباح بيتكلموا في موضوع علاقتهم وإبراهيم بيحاول يقنع صباح إن هم لازم يعرفوا كل الناس عن علاقتهم دي في البداية بترفض صباح وبتقول إن هي مش عايزة حد يعرف من الموظفين دلوقتي لكن بعد كده بتبدأ إن هي تقتنع وبتوافق بالفعل زين وزارة بيختاروا وبيحددوا موعد الفرح وكمان بيشوفوا حيعزموا مين وبيكونوا مبسوطين جداً ومتحمسين أما بعد كده منشوف إن زيمة بتهتم جداً بالجمعية وناس كتير بتتبرع وبتكون فرحانة وبتفتكر كرم وبتروح علشان تزور أبرو ولما بتروح على البيت بتلاقي جمال مستنيها وساعتها بيطلب يتكلم معاها وبتكون متضيع جداً منه وبتطرده لكنه بيكون عايز فاهمها كل حاجة ونلاحظها الغصبة عنه ونبي فيه ظروف اضطرده إن هو يعمل كده وبيعتزل لها على كل حاجة عملها زيم بيحاول يقرب أكتر من إبراهيم وبيحاول يعوضه عن كل حاجة علشان الخطر ما يكونش زعلان ومداء من جوازه وهو وصارع وبيبدأ إبراهيم فعلاً يكون مع زيم وبيبدأ يتقبله الفيديو بيغلس ربي كنا لأعجبكو فيه تكلمت عنه توقعات أحداث حلقة 88 من مسلسل التمن المسلسل حيكون 90 حلقة أو فاضل في النهايات حاجات بسطة جداً يا رب بس تكون نهاية سعيدة في الآخر أشوفكو على خير باي باي